الدماغ هو العضو الأكثر تعقيداً في جسم الإنسان إنه ينتج كل فكر، عمل، ذاكرة، شعور وتجربة للعالم هذه الكتلة النسيجية التي تشبه الهلامة والتي تزن حوالي 1.4 كيلوغرام تحتوي على 100 مليار خلية عصبية أو عصبية مذهلة تعقيد الاتصال بين هذه الخلايا محير للعقل يمكن لكل خلية عصبية الاتصال بآلاف أو حتى عشرات الآلاف من الخلايا الأخرى عبر هياكل صغيرة تسمى نقاط الاشتباك العصبي تشكل أدمغتنا مليون اتصال جديد في كل ثانية من حياتنا يتغير نمط وقوة الاتصال باستمرار ولا يوجد دماغان متشابهان في هذه الروابط المتغيرة يتم تخزين الذكريات وتعلم العادات وتشكيل الشخصيات من خلال تعزيز أنماط معينة من نشاط الدماغ وفقدان لآخرين مادة رمادية بينما يتحدث الناس غالبا عن المادة الرمادية يحتوي الدماغ أيضا على المادة البيضاء المادة الرمادية هي أجسام الخلايا للخلايا العصبية في حين أن المادة البيضاء هي شبكة متفرعة من المحلاق الشبيهة بالخيوط تسمى التشعبات والمحاورة التي تنتشر من أجسام الخلايا لتتصل بالخلايا العصبية الأخرى لكن الدماغ لديه أيضا نوع آخر من الخلايا أكثر عدا يسمى الخلايا الدبقية يفوق عدد هذه الخلايا العصبية عشر مرات كان يعتقد في السابق أنها خلايا داعمة إلا أنها تعرف اللآن بتضخيم الإشارات العصبية وبأنها مهمة مثل الخلايا العصبية في الحسابات العقلية هناك العديد من الأنواع المختلفة من الخلايا العصبية واحد منها فقط خاص بالبشر والقردة العليا الأخرى ما يسمى بخلايا المغزلي تتشكل بنية الدماغ جزئيا بواسطة الجينات ولكن إلى حد كبير من خلال التجربة لم يكشف إلا مؤخرا نسبيا أن خلايا دماغية جديدة تولد طوال حياتنا وهي عملية تسمى تكوين الخلايا العصبية ينفجر الدماغ من النمو ثم فترات من التوحيد عندما يتم تقليم الاتصال التزائدة أبرز الاندفاعات تحدث في أول سنتين أو ثلاث سنوات من العمر خلال فترة البلوغ وكذلك الطفرة الأخيرة في سن الرشد تعتمد الطريقة التي يشيخ بها الدماغ أيضا على الجينات ونمط الحياة أيضا يمكن أن يكون تمرين الدماغ وإعطائه النظام الغذائي الصحيح لا يقل أهمية عن باقي الجسم رسل كيميائية تتواصل الخلايا العصبية في أدمغتنا بطرق متنوعة تنتقل الإشارات بينهما عن طريق إطلاق والتقاط المواد الكيميائية الناقلة للأعصاب ومعادلات الأعصاب مثل الجلوتامات والدوبامين والأسيتي الكولين والنورادرينال والسيروتونين والإندورفين تعمل بعض المواد الكيميائية العصبية في المشبك حيث تمرر رسائل محددة من مواقع الإطلاق إلى مواقع التجميع تسمى المستقبلات قام آخرون أيضا بنشر تأثيرهم على نطاق أوسع مثل إشارة الراديو مما يجعل مناطق الدماغ بأكملها أكثر أو أقل حساسية هذه المواد الكيميائية العصبية مهمة جيدا لدرجة أن النقص فيها يرتبط بأمراض معينة على سبيل المثال يؤدي فقدان الدوبامين في العقد القاعدية التي تتحكم في الحركات إلى الإصابة بمرض باركنسون يمكن أن يزيد أيضا من قابلية التعرض للإدمان لأنه يتوسط إحساسنا بالمكافأة والمتعة وبالمثل يمكن ربط نقص السيروتونين الذي تستخدمه المناطق المعنية بالعواطف بالاكتئاب أو اضطرابات المزاج وفقدان الأسيتيلي كولين في القشرة الدماغية هو سمة من سمات مرض الزهيمري مسح الدماغي داخل الخلايا العصبية الفردية تتشكل الإشارات بواسطة نبضات كهروكيميائية بشكل جماعي يمكن اكتشاف هذا النشاط الكهربائي خارج فروة الرأس بواسطة مخطط كهربية الدماغي هذه الإشارات لها أنماط تشبه الموجة والتي يصنفها العلماء من ألفا شائعة أثناء الاسترخاء أو النوم إلى جامع التفكير النشط عندما ينحرف هذا النشاط عن مساره يطلقف عليه نوبة صرع يعتقد بعض الباحثين أن مزامنة النشاط في مناطق الدماغ المختلفة أمر مهم في الإدراك الطرق الأخرى لتصوير نشاط الدماغ غير مباشرة يعمل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي فامري أو التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني على مراقبة تدفق الدمي تستخدم فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب وصور مطر الانتشار دي تي اي الإشارات المغناطيسية للأنسجة المختلفة أو امتصاص الأشعة السينية أو حركة جزيئات الماء في تلك الأنسجة لتصوير الدماغ كشفت تقنيات المسح هذه عن أجزاء الدماغ المرتبطة بالوظائف تشمل الأمثلة النشاط المتعلقة بالأحاسيس والحركة والرغبة الجنسية ولإختيارات والندم والدوافع وحتى العنصرية ومع ذلك يجادل بعض الخبراء بأننا نضع ثقة كبيرة في هذه النتائج وأنهم يثيرون مشكلات تتعلق بالخصوصية قبل انتشار تقنيات المسح اعتمد الباحثون على المرضى الذين يعانون من تلف في الدماغ بسبب السكتات الدماغية أو إصابات الرأس أو الأمراض لتحديد مناطق الدماغ المطلوبة لوظائف معينة كشف هذا النهج عن المناطق المرتبطة بالعواطف والأحلام والذاكرة واللغة والإدراك وحتى الأحداث الأكثر هموضاً مثل التجارب الدينية أو الخوارق ومن الأمثلة الشهيرة حالة فينيس غيب وهو عامل سكة حديد من القرن التاسع عشر فقد جزءاً من مقدمة دماغه عندما انفجر عمود حديدي طوله متر واحد في رأسه أثناء انفجار تعافى جسدياً لكنه ترك مع تغييرات دائمة في شخصيته مما أظهر لأول مرة أن مناطق معينة من الدماغ مرتبطة بعمليات مختلفة الهيكل في الاعتبار الميزة التشريحية الأكثر وضوحاً لأدمغتنا هي السطح المتموج للمخي تعرف الشقوق العميقة باسم سولشي وثنياتها هي التلافيف المخ هو الجزء الأكبر من دماغنا ويتكون بشكل كبير من نصف الكرة المخية إنها أحدث بنية دماغية تطورية وتتعامل مع أنشطة الدماغ الإدراكية الأكثر تعقيداً غالباً ما يقال إن النصف المخي الأيمن أكثر إبداعاً وعاطفة وأن اليسار يتعامل مع المنطقي لكن الواقع أكثر تعقيداً ومع ذلك فإن لدى الجانبين بعض التخصصات حيث يتعامل اليسار مع الكلام واللغة واليمين مع الإدراك المكاني والجسدي انظر الرسم التفاعلي لدينا لمزيد من المعلومات حول بنية الدماغ مزيد من التقسيمات التشريحية لنصف الكرة المخية هي الفص القذالي في الخلف والمخصص للرؤية والفص الجداري فوق ذلك الذي يتعامل مع الحركة والموضع والتوجيه والحساب يقع خلف الأذنين والمعابد الفص الصدغي الذي يتعامل مع الصوت وفهم الكلام وبعض جوانب الذاكرة وفي المقدمة يوجد الفص الجبهي والجبهي الذان يعتبران غالباً أكثر المناطق تطوراً والأكثر إنسانية ويتعاملان مع أكثر الأفكار تعقيداً واتخاذ القرار والتخطيط ووضع المفاهيم والتحكم في الانتباه والذاكرة العاملة كما أنهم يتعاملون مع المشاعر الاجتماعية المعقدة مثل الندم والأخلاق والتعاطف طريقة أخرى لتصنيف المناطق هي القشرة الحسية والقشرة الحركية والتحكم في المعلومات الواردة والسلوك الصادر على التوالي تحت نصف الكرة المخية ولكن لا يزال يشار إليها كجزء من الدماغ الأمامي توجد القشرة الحزامية التي تتعامل مع توجيه السلوك والألم وتحت هذا يوجد الجسم الثفني الذي يربط بين جانبي الدماغ المناطق المهمة الأخرى في الدماغ الأمامي هي العقد القاعدية المسؤولة عن الحركة والتحفيز والمكافأة الإلحاح والشهية تحت الدماغ الأمامي توجد مناطق دماغية أكثر بدائية يتعامل الجهاز الحوفي المشترك بين جميع الثديات مع الدوافع والشهوات ترتبط العواطف ارتباطاً وثيقاً بهياكل تسمى اللوزة والنواة المذنبة والبوتامينة يوجد أيضاً الحصين في الدماغ الحوفي وهو أحيوي لتكوين ذكريات جديدة المهادي نوع من محطة الترحيل الحسية والغدة النخامية التي تنظم وظائف الجسم عن طريق إفراز الهرمونات من الغدة النخامية يعاني الجزء الخلفي من الدماغ من انتفاخ شديد للتواء والانتواء يسمى المخيخة والذي يخزن أنماط الحركة والعادات والمهام المتكررة أشياء يمكننا القيام بها دون التفكير فيها تتحكم الأجزاء الأكثر بداية الدماغ المتوسط وجذع الدماغ في الوظائف الجسدية التي ليس لدينا سيطرة وعية عليها مثل التنفس ومعدل ضربات القلب وضغط الدم وأنماط النوم وما إلى ذلك كما أنهم يتحكمون في الإشارات التي تمر بين الدماغ وبقية الجسم عبر الحبل الشوكي على الرغم من أننا اكتشفنا قدرا هائلا عن الدماغ إلا أن الألغاز الضخمة والحاسمة لا تزال قائمة أحد أهمها هو كيف ينتج الدماغ تجاربنا الوعية الغالبية العظمى من نشاط الدماغ هو اللاوعي لكن أفكارنا وأحاسيسنا وتصوراتنا الوعية التي تعرفنا كبشر لا يمكن تفسيرها من حيث نشاط الدماغ ترجمة نانسي قنقر